صوم التطوع أبي أبي مهلا مهلا ما كل هذه السعادة حصلت على المركز الأول في اختبارات الشهر وكرمتني معلمتي ما شاء الله تستحقين ذلك وبجدارة فأنت مجدهدة تفضل يا أبي لقد قمت بشراء هذه الحلوة احتفالا بتلك المناسبة شكرا لك يا عائشة لكنني صائم وسأتناولها بعد الإفطار صائم؟ لقد انقضى شهر الصوم نعم لكن الصيام ليس مقصورا على شهر رمضان بل هناك صيام في أيام أخرى منها الاثنين والخميس من كل أسبوع وهذا ما يعرف بصيام التطوع وهل لصيام تلك الأيام جزاء؟ نعم فصيام التطوع فضله عظيم حيث قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفة ما أعظم ديننا ولكن لما الاثنين والخميس تحديدا؟ لفضلهم الكبير قال صلى الله عليه وسلم ذانك يوما تعرض فيهم الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم لقد أخبرتني أن هناك أيام أخرى يسن فيها الصيام غير تلك الأيام نعم فهناك صيام ستة أيام من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وهناك صيام تسعة أيام من أول شهر ذي الحجة وصيام يوم عرفة إلا للحاج فلا يسن له صومه وأيضا صيام الأيام البيض من كل شهر وهي الثالث والرابع والخامس عشر وكذلك يوم الجمعة أيضا له فضل عظيم فهل يمكننا الصيام فيه؟ لا فهذا من الأيام التي يكره الصيام فيها إلا إذا صمنا يوما قبله أو يوما بعده كما يكره إفراد شهر رجب بالصوم أبي أريد أن أعرف أفضل صيام التطوع أفضل صيام التطوع هو صيام داود عليه السلام فقد كان صوم يوما ويفطر يوما وصيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم يوم عاشراء وصيامه يكفر سنة أستنتج من ذلك يا أبي أن الفرق بين صيام شهر رمضان وصيام التطوع أن صيام شهر رمضان فرض أما صيام تلك الأيام فهو سنة؟ صدقتي لكنني أعلم أن صيام يومي عيد الفطر وعيد الأطحى محرم أليس كذلك؟ بلى كما يحرم صيام أيام التشريق وهي من الحادي عشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة وكذلك يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حالت الغيوم دون رؤية الهلال يوم التاسع والعشرين من شعبان جزيت خيرا يا أبي لقد استفدت كثيرا والآن سأضع هذه الحلوى في الثلاجة لنتناولها سويا بعد الإفطار ومن الأسبوع القادم بإذن الله سأصوم معك بوركت يا عائشة ولكن قبل أن تذهبي لخصي ما تعلمته اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم ما يسن صومه أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ستة أيام من شوال صيام يوم عرفة لغير الحجيج صيام الأيام البيض ما يكره صومه إفراد شهر رجب بالصوم إفراد يوم الجمعة بالصوم أفضل صيام التطوع صيام داود عليه السلام يوم عاشوراء ما يحرم صومه يوم عيد الفطر والأضحى أيام التشريق يوم الشك